السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى انت تكون بافضل حال واتم صحة الجولة السبعة بتنتهي بتصدر الستي رغم الخسارة وصاد الولفز وبين وواضح جدا غياب رودري وتأثيره على فريق منشستر سيتي اما بالنسبة للارسنال باب يتفوق برباعية وساكا يصاب يا معلم بعد ما فتحها جمعية الوفاء والامل وبيه يدي بلنتيات لكل الناس يعني حتى لو انا كنت موجود بالملعب وعلى الرغم ان انا بشجع منشستر رايتد لو كنت معهم كانت حديني بلنتي من الضم ويقول اتفضل شوت على نيتو وغالبا كده الاصابة جاءت بسبب دعاء لعبي الفانتازي ما انت تخيل يعني انا مش من كابتن هالند واروح كابتن ساكا اللي مشكوك اصلا ان هو كان يشترك في المباراة وفي النهاية ان انا لقيت جايب هدف في الاول وبعد كده بتوزع بلنتيات اما بالنسبة لمباراة لفربول والتنهام فبعيدا عن المهزلة التحكيمية اللي كانت حصلة فيها واللي كان فيها عذر اقبح من زنب من لجنة تحكيم في تبرير عدم احتساب هدف دياز الى انها كانت مباراة فيها كلام كتير لازم نقوله في هذا الفيديو فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدران مجنون يونايتد وتعالوا نراجع الجولة السبعة بص هي الجولة السبعة بتدت بفضيحة كده يعني فهم اللي هو ايه قبل المطش في المؤتمر الصحفي سألوا ديزيربي قالوا له واتكنز قالوا احنا مش هنركز على لاحب واحد ياريتك ركزت يا ابني ياريتك ركزت والله ده حق هاترك وكانت هترك أسستات وهترك أهداف وجايب اتنين أسست يعني بسم الله ما شاء الله الواد انفجر الواد بي هو اعلى واحد ارقام في الفانتزي في المهاجمين مع انه ما كانت شايفة من اول الموسم يعني وفازوا أستون فيلا ستة واحد وده حاجة المفروض لازم كل الفرق تحطها قدامها استغلال الفرص اللي بيجيلك في البداية استغلت الفرص المطش تحول ومشي في طريقة تانية خالص على الرغم ان انت لو ما استغلتها كنت ممكن تلاقي في النهاية ان بريطن هو اللي بيتفوق وهو اللي بيفوز على فريق أستون فيلا لكن نسبنا من المطش ده ونروح الى الجنرز أرتيتا والجنرز المفترض ان المباراة دي بادية وانت عندك كده لعبة مشكوك في النهاية تشارك اهم اللعبة دي طبعا ساكا اللي هو نجم الاول بالنسبة للفريق وصليبة المهم من الاتنين شاركوا عادي مفيش اي حاجة والمفترض ان هي مباراة على الورق قصاد برونو موس سهلة جدا وفعلا الارسنال مكدبش خبر 16 دقيقة يا معلم هوب وراح ساكا لابي بالجنل اول والدنيا تمام ومت فل واربعتاشر والاستحواز معنا والكورة معنا والهجوم معنا وكل حاجة معنا ماشية صح في هذه المباراة هوب ضربة جزاء اتنين سف لحد هنا وتمام لحد هنا وتيجي تسأل ارتيتا يا عم ارتيتا المفترض ان انت دخل بعد كده على مطش الستي وده مطش قوي جدا مطش انت المفترض ان انت مطالب ان انت تتأدي فيه حاجة وانحنا عارفين ان الارسنال يعني مؤخرا ما بيأخذش فيه اي حاجة فانت مش محتاج ان انت تخسر اهم لعبيك الستي داخل المطش وهو خسران رودري وانحنا شايفر انت تأثير رودري حتى الان على فريق الستي في المطش اللي لعبهم من غيره فبالتالي انت مش محتاج ان انت تخسر اهم لعبيك وكمان عندك مباراة في الشامبينز ليج اه اتصار لينس برا وممكن تقول ان هو حتى ساكى لو فت ومتشركهوش في هذه المباراة لكن انت محتاج انت تجمع النقاط في الاول بالنسبة للشامبينز ليج عشان تحسم تأهلك بدري بدري فالمفترض ان انت فيه عندك لعب عنده اصابة او مشكوك ان هو ينزل المباراة او مش فت مية في المية اول مطمنت للنتيجة خلاص يا معلم اركن برا وانزل حد تاني عشان حافظ على هذا اللاعب وليه تيجي مع الخبرات وانا عارف ان ارتتا يعتبر كمدرب لسه مدرب شاب ولسه الرجل بتعلم وفيه ممكن تبقى اخطاء زي كده حصل عنده ولكن المفترض ان ان هذا كان يحصل لماذا يا معلم لاني ساكا بعد كده اصيب ساكا بعد الهدف الثالث واللي كان من ضربة جزاء برضه اصيب فبالتالي انت بقيت ممكن تبقى بمشكلة ان الرجل ده لا يلحق بمباراة شامبينز ليج ولا يلحق بمباراة السيتي وانكنت اعتقد لو فيه شك خمسين في المية كده ان هو خمسين خمسين لان ساكا بصبع واحد ليس برجل واحد بصبع واحد هو افضل جناح بالنسبة لفريق ارسنال على البقيين بمراحل ونأتي هنا لساكا ذات نفسه طيب انا متفهم ان البلينتي الثاني اللي هو الهدف الثالث انت روح تسبتها لهافرتز اه اه صفقة جايبينها بفلوس غالية ومعرفش ايه ومعرفش الهدف الدفعة المعنوية لما يجيب هدف الدنيا تمشي معه وانلاقيه في المباريات الجاية بيتشقلب في الملعب وهب اسستات وهب اهداف وهب مش عارب ايه مع اني ما اعتقدش ان فيه اي حد وثق في الكلام اللي انا بقوله من مشجيع الارسنال سيبك من مشجيعي الفرق التاني لكن السؤال اللي انا عايز اسأله بالنسبة لساكا يعني هو اه اه انا بقولك متفق من ان يسيبها الهورتز لكن بتاعت اوتيجارد ليه وعايز اسأل هنا هو امتى ساكا جاب هاتريك اخر مرة جاب هاتريك مع فريق الارسنال فاي مباراة في اي موضوع ان كان ان شاء الله مباراة ودي فما بالك بمباراة رسمية انا مش عايز اقولك على مستوى الدوري لاني اعتقد ان ساكا مجابش هاتريكات على مستوى الدوري او في مباراة رسمية بالنسبة للارسنال وصححولي اذا كنت غلطان بالنسبة لجماهير الارسنال فبالتالي انت عايز حاجة زي دي انت محتاج حاجة زي دي فانت لو نجيت من لعبي بورنوموس اللي سيبقى تدخلاتهم قوية مش هتنجى من لعبي الفانتازي يا رجل انت معك ثلاث اهداف يعني انت سجلت هدف بلانتيين ادي ثلاث اهداف خمستاشر نقطة وكمان عندك اثنين نقاط لعب ادي سبعتاشر نقطة وواحدة كلين شيت ادي تمنتاشر وثلاثة بونس ادي واحد وعشرين انا ما عندي ساكة على فكرة لو انت فاكر ان انت انا بتكلم بقى ومحروح انا ما عندي ساكة اصلا بس انت تخيل العدد اللي عنده ساكة ويروح ايه مش من كابتن هلاك اللي هو نجم الفريق الاول بالنسبة لمونتستر سيتي وهو لو حد جاب اهداف هو اللي هيجيبه فالمفترض ان لا ساكة يبقى عنده طمع شوية اه انت ممكن تكون ماشي بدور قائد هو الكلام ده انا ومش في كل الاحيان لازم امشي بدور القائد لازم امشي بدور اللي هو اه انا بدي ده وبدي ده وبرفع معنويات ده وبخلي الفريق كله متربط مع بعضو وبعض الاحيان لازم تبقى قاناني في المباراة زي كده لازم تبقى قاناني لان حيأثر عليك لو جد دربة جزاء في المباراة الستيتي وانت ضاعتها ستأثر جدا ستأثر جدا لان انت بتوزع ضربات ولكن في النهاية كانت مباراة سهلة بالنسبة لفريق الارسنل ما عاناش فيها يعتبر قصاد بورنو مصد للدرجة قدر يتفوق بربعية عشان يبقى في المستوى الثاني او في المركز الثاني على مستوى الدورة وتوصل لمين للمتصدر؟ المتصدر الستي لو تسأل نفسك يا عم ده خسره وبرضه متصدر اه والله خسره وبرضه متصدر المفترض ان المباراة كانت على الورق سهلة بالنسبة لفريق الستي واحنا شوفنا في ده ان فيه سيطرة بالنسبة لفريق الستي على فريق وولفر هامبتون ولكن كان فيه عامل واضح جدا مؤثر على الستيزن ان رودري غايد ليه ده كان مؤثر؟ لان رودري لو تيجي تبص للدور اللي بيقدمه بالنسبة للستي هتلاقي دور كبير جدا هتلاقيه هجوميا متواجد هتلاقيه دفاعيا متواجد الراجل على مستوى ان هو يساعدك من النص من العمق بانه يصنع لك كوره بانه يتقدم له قدام بانه يعمل تزديدة بانه 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 ده كان مفقود بالنسبة للستيتي فهتحس ان العمق بتاع السيتي كان فقير انت شايل منه دوبراين المصاب وشايل منه رودري الموقوف فاصبح العمق فقير تماما فبالتالي على طول اللعبة على الاطراف يمين وشمال لانه دول الحاجة القوية اللي موجودة عندي والهجوم المهاجم اللي موجود عندي سواء الفارز او كان هلند الحاجة التانية اللي هي المسألة الدفاعية رودري مش بس مفيد هجوميا ولكن دفاعيا كمان في ان هو بيكسر هجمات الخصم ويقطع كرات كتير وشكل الضغط وان الكوره ما تتقطعش منه اصلا بسهولة وده برضو شيء تاني احنا شفنا ان فريق الولفز قادر يستبيع فريق الستيتي هجوميا في الهجوم المرتد وان هو يقطع كرات من النص وتتد على فريق الستيتي ويعمله منها اشكاليات كتيرة بالنسبة للستيتي وكمان يعني تحس ان بلورة الموضوع ان فيه حظ غريب عند الستيتي او الله فيه حظ غريب عند الستيتي يعني كورة يطلحها دوسا من على خط المرمى عمك اكي تجيله الكورة كده مقشرة على دماغ ويهب يروح لسحة في قفل وات سميده ما تفهمش ليه طيب يعني بينكم حاجة يعني عشان تضربها له في قفل ما تحطها في الجون يا ابني حتى الاهداف اللي دخلت في الستيتي لو جيت بصيت الهدفين هتلاقي ان هم فيهم غرابة شوية يعني كورة نيتو احنا عارفين ان نيتو الراجل مهاري وسريع واخلافه وقدر ياخد الكورة ويجري بيها وهب يا معلم بحط العرضية تخبط في دياس تخش في المرمى الناحية الثانية كانوا بشوتوا على المرمى ما كانتش بتخش الهدف الثاني كورة العرضية اللي اتعاملت بتعدي اللي هو ما تفهمش ازاي عدت من رأس اكنجي اكنجي بحط دماغه بيديها بيديها السيست للواد هوان اللي برضو شطها صدها دياسي عمل له بلوك كدية تروح لكونيا عشان كونيا يبصيها تاني الاهوان ده عشان يحطها في المرمى فاللي هو يعني دخلة دخلة انا عايزة اخوش في المرمى كان فعليا كده كورة ولازم نتكلم كمان على مين على دوكو يعني انا حسيت ان دوكو في المباراة دي هو متقمص روح انتري تعمل شاستر ونيتد وهوب الارتويا معلم اللي معرفش بتترمي في الاعلانات دايما بتتضرب في الاعلانات الجون يعني بسم الله ما شاء الله طويل وعريض وخصيصها يعني نتشاف يعني مش ما نتشافش بسم الله بجتة وانت بتشوت في الاعلانات فمباراة هي تأثير رودري تقدرش تقول عليها حاجة تاني رودري لو كان موجود في المباراة دي اعتقد ان الستي لو عدوا له المباراة 99 مرة في ال 99 هيفوز هتقول لي هو اتغلب قبل كده وصاد الولفز ومش عرفه ما كانش الولفز بالحالة دي حالة الولفز حاليا سيئة وحالة الستي هي افضل حالة في الدوري الانجليزي ده فايز ست مباريات متتالية فايز ست مباريات متتالية فاللي هو انا النفسية عندي انا النفسية مية المية داخل المباراة دي لكن في النهاية استطاع الولفز ان هو يتفور ومن هنا نصل الى المهزلة اللي حصلت في مباراة ليفربول ويتوتن هام يعني هو الهدف اقول لك الاعمى لو شاهده هو الاعمى سيشوفه تخيل كده لو واحد اعمى بيتفرج سيشوف ان ديالز لم يكن نشوف صائر شوف التبرير بقى اللي هو ايه؟ تبرير الضحك قال لك خطأ بشري اصلي الحكم حكم الساحة بيقول له رجع لي الهدف عشان لاينز مان رفع ان هي افصايد على ديالز الرجل التاني قال له رجعنا الهدف قرارك صحيح كان فاكر ان حكم الساحة حسب الهدف فبيقول له قرارك صحيح فالرجل التاني هم احنا حاسبين وفي صايدة حاجة رحمة اكتب طيب سؤال هنا يعني سؤال انت كحكم فار لو انت فعليا قلت له اني عايز تأكد ان الهدف صحيح والرجل اتخذ قرار خاطئ انت بتقول له الهدف صحيح وهو بيرجع لك ليه ما هو طالما متأكد ان الهدف مصحيح هيرجع لك ليه انت بتقول له الهدف صحيح لجيت الراجل رفع ايده تمام وفي كاريو او مين ما كان من توتنهام حيلعب الكورة ضربة حرة غير مباشرة ما تكلمه تقول له يا عم انا بقولك الهدف صحيح يرجع في قراره يعود في قراره والله ما الكورة ما تلعبتش يعود في قراره لكن انت اكيد قلت له ان رررررر نمت مابصطتش اصلا ومش عارف يعني هي مش عايز اقول كيف حصلت انه اصلا بيسألك هذا الهدف ما هو اكيد يعني لما بيرجع لك الحكم بيقولك الهدف صحيح او مت صحيح فانت بتقول له يا ايمين يا شمال لكن بالطريقة اللي انتو جيتوا بتفسروها وهو خطأ بشري اه اه ا رجع لي الهدف الهدف رجعن الهدف قرارك صحيح أنت لم ترى أنه رفع لينزيمان رافع تأتي أيضا لموضوع الطردين الطرد الأولاني على الرغم بأنه كثيرا يتكلم فيه وقال أن المراجعة بالصورة البطيئة هو شيء يعني أدى إلى أنه تعتقد أن الأذى وقع وأنه طرد لكن أنا عن نفسه شايف الطرد فيها تهور من جونز يمكن الآن تتنهام لما أخذ من الكرة شاط رجلك معها يعني شاط رجلك خلت كرة تحركت كده أو هي كانت بتاعة جوتة دي بتاع الجوتة اللي هي أخذ الأنظار التالي اللي هو شاط فيها رجله بالكرة وخذ لكن بتاعة كورتس جونز اللي هي تدخل على قصبة الرجل بتاعة مش فاكر بصومة أوصار بس تهور تهور غير مقبول ورفع في الرجل فأعتقد أن هذا طرد لكن بالنسبة للجوتة أعتقد أن الكرة الأولانية ما كانش المفترض يأخذ فيها نظار لكن الكرة الثانية هي نظار واضح هي نظار واضح متعالى هنا نمسك المباراة تخيل انت ان اللي فربول المسم ده هو أكتر فريق الطرد للعيبة ولما يطرد للعيبة يعني هو مسجل هدفين وهو مطلود منه لعيبة مسجل هدف بدياز والهدف الثاني اللي هو التحسب اللي هو بتاع كودي جاكبو هنا بقى أنا عايز أسأل على توتنهام مع احترامي لفريق توتنهام وان هو لقب مباراة كان هو مسيطر فيها وكان هو المستحوز على الكرة وسجل هدفين الثاني بسيناريو يعني غريب ان ماتيب في آخر دقيقة الكرة العرضية بتخبط فيه وتخش جون يعني أنا عن نفسي اللي بشجع بنشستن انت تعاطفت معك عم ماتيب والله وقلت اللي فربول ما يستحقش ولكن ماذا قدم توتنهام في هذه المباراة بالنسبة لي أنا ما شفتش ان هو قدم حاجة تفوق توتنهام جاء بعد مفاريق ليفربول خلاص اضطرد منه الاثنين خلاص كلوب بسحب الناس اللي قدام وابتدى يلعب خمسة ثلاثة وهنا أرفع قبعة لسبوسلايب الرجل كان بيجري يهاجم ويدافع ويجري وهو تعتبره المهاجم بتاع فريق ليفربول بشكل قطير والالتزام بتاع لاعبي ليفربول أرفع له قبعة ان هم يقدروا يصمدوا انت عندك طرد في الديئة خمسة وعشرين والطرد التاني كان بقى ربع ساعة ولا تلت ساعة على نهاية المباراة والالتزامك وان انت تقدر تصير المباراة وان انت تقدر تعود في النتيجة وتسجل بعد هدف ملغي ليك يخش فيك هدف وتقدر تعود وتسجل وتهاجم وتكون اخطر في اكتر من مرة على مرمى فريق توتنهام فده شئة رفع له قبعة ولكن ماذا قدمت توتنهام المفترض المباراة حتى لو كانت قصاد فريق ليفربول مع كامل احترام الفريق ليفربول فريق يلعب بتسعب فريق متراجع للخلف انا ما شفتش غير ان انت بتحاول تعمل عرضيات ودي مشكلة عشان انت ما عندكش مهاجم انت لو هاري كين موجود هنا كنت اعتقد ان المباراة ستنتهي اصلا بأقدم فريق توتنهام ولعبي توتنهام وفي اكتر من الاسكور لماذا لان انت عندك واحد قادر انه يهد مع هذا الدفاع واحد قادر انه يتحرك انا ما شفتش تحرك بدون كورة احنا كلنا اللي بنعمله بالروح على الناحية اليمين يما على الناحية الشمال ما بنعرفش نعرضها ارضية او عالية ارجع الوراء تاني نحاول نشوط نلاقيها مفهولة يبقى ارجع للجناح تاني بس توقرا وخلص على كده لا يوجد اي حاجة تانية تتعامل من فريق توتنهام وده يجعلني على الرغم من ان فريق توتنهام هو والارسنل حتى الان الفريقين اللي لم تهزموش على مستوى الدوري لكن انا شايف انها ستحصل قريبة بالنسبة لفريق توتنهام لاني بيفتقد للحلول انت العقلي المدبرين اللي عندك هو ماديسون اولا وبعد كده كله سوفيسكي وغياب ماديسون حيبقى شكله كارثي على فريق توتنهام انت معتمد على دول ولكن في النهاية هي ثلاث نقاط في المباراة مش مهم يجو ازاي لان انت بتلعب قصاد طريق بحجم اللي فربون بصراحة لو احنا حنيجي نتكلم ونبعد عن الموضوع ان شاء الله تفوز باي طريقة ان شاء الله بطريقة دي او بطريقة اسوأ من دي او بهدف ظلم او مش عارف ايه مباراة زي دي انت محتاجت ثلاث نقاط منها خدتوهم باي طريقة ميت فول واربعة في النهاية ده كان كل اللي عندي عن الجولة السابعة من الدور الانجليزي الممتاز وتصدر الستي رغم الخسارة وقدرة الارسنال ومهزلة تحكمية حصلت في مباراة توتنهام وليفربول وليفربول وسبقتها طبعا احد المهازل في مباراة مانشستر دايت والبلس اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته